احنا انتهنا من الحديث عن تحديد الإجادات في الثيق والسليندر باستخدام المعادلات التحليلية اللي هي المعادلات بتاع تلمي بلوقتي احنا هنخش على الجزء الثاني ازاي احنا نحدد هذه الإجادات بطريقة جرافكال يعني بالرسم والطريقة بتوبه اسهل من التحليلية لانها ممكن بسهولة جدا من نرسم الملائن ماهي لاين اللي هو الخط اللي بيمثل معادلة الاجهادات التنجينشل ورادئال بالنسبة للسيق سيلندر ومنها بنقدر نجيب كل اللي احنا ايه عايزين وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي وبالتالي دماغنا دلوقتي اللي هو تحليل الإجهادات بطريقة الجرافكال بالنسبة للسيق سيلندر مرة تعتمد على المعاطلة اللي قدام الخزن الى جديد لان احنا قلنا gabерш ذلك ان det dropped a لو كانت الاستطنادة بتاعتي مخلقة السفن 백alia يجب ستوى plus b ان المعادلة دي بتعني لي ان توقف على النقطة اللي بنحسبها اللي بنحسب هذه الإجادات عندها لكن اللي بتوقف على ذلك لانه على السكشن كله وبالتالي يتوقف على بعض النقطة عن السنتر بتاع الاستوامة الاناليست بتاعتني نبنيه على اساس ايه أنه هنحننحول الاجتماعى سيجما تانجين شهادري dark coeur تربيع كبير المعادلة في صورة المعادلة التالية لما فعل المعادلة اللي بفوق التالية هي المعادلة ، تسوي A plus minus Bx دي معناها ايه؟ معناها انا هرسم على منحنة في X و Y ال Y بتاعتي هي السجما تنجينشل او السجما ريديال ال X بتاعتي هي ال واحدة لأر تربيع لانا لو حطيت في المعدل اللي فوق ال واحدة لأر تربيع ب X هتدي المعدل اللي هي A plus minus Bx وبالتالي فانا هرسم علاقة بين Y و X او هرسم علاقة بين التنجينشل السرس و ريديال السرس مع واحدة لأر تربيع ونلاحظ هنا حاجة احنا لما استخدمنا العلاقة واحدة لأر تربيع مش العلاقة R بس فاحنا حولنا المعدلة بتاعتنا لمعدلة المعدلة الاميلاين الى linear equation A plus minus B على X ودي معادلة معروفة لما قول A plus minus Bx معناها ان في عندي A plus Bx ودي معادلة خط مستقيم بيقطع من محور الصداء قيمائي وبيقطع ميلو بي ولو رسابة العلاقة خدت بقى الجزء تاني من المعدلة هو Y سوي A minus Bx فدي معناها برسم خط مستقيم يقطع من محور الصداء برضو الجزء A والميل بتاعه minus A B وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي لما هنيجي نتعامل مع الميلو عين وبالتالي دلوقتي احنا نتعامل دلوقتي مع المعدلة A plus B على R تربيع لان احنا قولنا ان في معادلة سيجما تاني جزء بالبع وسيجما تاني جزء بالبع وسيجما ريديل A نقص B على R تربيع وحطيه الاتنين فى مع بعض ده سيجما تاني جزء ريديل A plus B على R تربيع وبناخد البلس مع السيجما تاني جزء والماينس مع السيجما ريديل انا هكد لقتي الجزء الموجب اللي هو بلس بي على ار تربيع لو هبص العلاقة دي ايه بلس بي على ار تربيع وهرسمها على المحورين اللي هو واحد على ار تربيع مع سجما فهتلاحظ ان ده خط اللي هو خط اللي احنا اللي بين قدام ده اللي سلوب بتاعه و الميل بتاعه هو بي وبيقطع من محور الصداط اللي هو اللي احنا بتاع سجما قيمة ايه ايه وبالتالي قيمة السجما ايه اللي هو اتقطع حزر الخط مع حسر الخط بال Interior Optimal bargain ده مع الخط isn't Finn ده بيديني قيمة tangential stress قاسف كيمة Longitudinal stress هuma إيه اذا اما كان أكتب مغلق ايه لو كان صد مغلقا ايه وقيمة tangential stress حسب قيمة R والله عند ايه قيمة أعرف قيمة inicial R اجيب Asi تربيع وامشي عليها اقدر اجيب ايه قيمة التنجينجل السلس هيكون ايه كان ودي اه سوقي الشكل ده الاولين ده الشكل بتاع المعادلة ايه بلاس بي على ار تربيع ايه بلاس بي على ار تربيع اللي هو ايه الشطر الاول من ايه من المعادلة بنفس الطريقة لو حابت المعادلة اللي هي ايه من از بي على ار تربيع اللي هي المعادلة اللي هي بتاع سيجما ريديال بقى ايه من از بي على ار تربيع هتديني صورة الخط المستقيم الوحمر اللي زهر قدامنا دول وده اخد بالك خطر نفس اللي هي بيقطع برضو المحور الرأسي اللي هو المحور السيجما في القيمة ايه هي دي قيمة السيجما ريديال وعند اي نقطة اجيب الوحمر على ار تربيع اقدر اجيب عندها ايه على الخط دول اقدر اجيب قيمة السيجما ريديال واذا الخطين دول الخط الاحمر بمسيلي ريديال استرس والخط الاولاني الاس وداون بيمسيلي بالتنجينشيال استرس والاتنين بيهم مسلوب واحد بي والتنين ناقص بي والاتنين بيقطعوا محور الرأسي في قيمة ايه سيجما اللي هم تدعونا اللي هي تساوي ايه قيمة ايه طبعا دي لو كانت الوستوار لو كانت الوستوار بتاعتي مغلقة لكنة لو مفتوحة هذا design جزء مغلق محورة الصديق هو قيمة الح 220ت قيمةal년�غنESS ولكنه لا يعني اني هو تساوي سيجمال ثuarف اللقمل لان فهذه الحالة السيجمال ث фот تساوي 0 والنقطة دي مهمة لان بعض بيادخال اني هي تضمنها ان الوستوار مفتوحة فالكو هم سبيعت التقطعوا بينما ان الوستوار مفتوحة ماعناه ان الكنس يساوي ثور مغلقة اليه مظبوط في صفر في حالة واحدة فقط لو كانت الاستوانا بتاعتي مفتوحة لكن في هذه الحالات تفعل ايه؟ لكن لو استوانا مغلقة فبيتولد من قيمته قيمة الكونوستانت ايه ودي مهمة قوي النقطة دي نحن بس ايه بنفكز عليها الآن هنحدد دلوقتي ازاي اقدر احدد ارسل لامي لاين دون لمجموعة من الاستوانات هناخد اول حالة اللي هي ابسط حالة اللي حدرسناها قبل كده بس بالمعادلات الاناليتيكال وهي الحالة بتاع ايستوانا ساميكة ترجوب روند داتكسيندر الحالة دي بتعريض معرضه الانترنال برشير كنتو بانترنال وايكسترنال برشير بس و صفر يعني معلش اكسترنال برشير هذه الاصطوانة لازم نلاحظ حاجه ان انا عشان قسم الخط اللي هو الخط المستقيم اللي هو بتاع عالمي لاين دون فلازم احديد نقطتين لان اي خط مستقيم مشابه بلنقطتين نقطتين دو لازم نقطتين معرفين بالنسبة عندي اول نقطه معلومه اللي ايه بطفق لان ده عند ريديال استريس بنسي صوي 0 السيجما ريديال كنت بسصو sir صاحر الداخلي من سجما ريديال كنت حدث наוקر الناس واحدة لان اذا كانت قيمة الاكس فاي بتاعياتها مينس بإينر وواحد على اوتر تربيع معها صفر عند واحد اوتر تربيع قيمة الي بتاعها بيساوي صفر انو اتتن دول انا ممكن بيهم ارسم الخط المستقيم بتعليمه لامي لاين بيستوان عليها انترنت بريشا يبقى اذا انا عشان كقعدة فلازم يكون عندي نوتوتين لا خط المستقيم عايزة نسيوم لازم يقفين معلوم عندي نوتوتين نوتوتين ده بجيبهم من ايه؟ من الريديارسترس inner و outer فالسيجمال دي ده اللي قسطونا عليها internal pressure فمن الداخل internal pressure ده بيساوي الريديارسترس على inner surface وبيكون بره بيساوي صفر نفس الكلام هنشوفه بعد كده لما يجي نتكلم على الريديارسترس فهيبقى ايه؟ على صفر خارجي فيه sigma radial بيساوي sigma باوتر والمينس والصفر الداخلي بيساوي صفر لكي احنا خذلك بالحالة بتاعة internal pressure فده هيبقى sigma radial بتاعها بيساوي صفر في الخارج عند R بيساوي R والsigma radial بتاعتها بتاعتها عند R بيساوي R وده بيحدده بالنخطوطين اللي هما بين الاحدثيات بتاعتهم في اللوحة من تحت من اسفر خالص وبالتالي قبل ما نوقع النقطوطين اللي هم يمثلوا الميلين لسطوانة عليها internal pressure لازم في الاول بس نوضع حاجة نبص كده للرسم اللي قدامنا ديه ده عبارة عن محورين محور X عايز اوقع عليهم 1 على R inner inner تربيع و 1 على inner تربيع لان 1 على أقل من 1 على inner تربيع عشان كده عند الارجن دي معناها ان انا باتحرك منها بوصل اول الاسطوانة من الخارج اللي هو واحدة على inner تربيع عند واحدة على inner توضيع بوصل الاسطوانة من الداخل بعد كده اللي على شمال المنحنة والعالمين المنحنة بعد النقطين الحمر اللي هو واحدة على inner تربيع ده بيديني الاسطوانة من الداخل يعني الاسطوانة هو المسافة على محور X بعد النقطين الحمر من ناحية مجابة بعد inner تربيع وبعد نقطة الحمر من ناحية الشمال اللي هو ايه المسافة لكن المنطوق اللي في الوسط بين واحدة على اوتر تربيع واحدة على اوتر تربيع بالنقص دي بتعني لي الفراغ اللي حول الاسطوانة لازم بس واحدة لان ايه الواحدة على اوتر تربيع عكاس الشكل اللي احنا متخلنوا في ذهننا اللي هو الشكل ايه الاسطوانة وبالتالي الخط الافقي من عند الارجل لغاية واحدة على اوتر واحدة على اوتر تربيع واحدة على اوتر تربيع ونقص ده بيديني الاسطوانة من عند الوقت الحمر وماذا يشكي الى الص فOr وانتي ماشى بقى يمين بالنسبة greenهج وشمال بالنسبة للسالد تأتيaza على هذا الصدر وبالتالى يجب ان يأحد dominant ا Headstock ner and outer خالفة لها len pass نقطة الزرقة والحمراء التي رسمناها قدامنا لأن هذه نستخدمها التي نستخدمها في رسم لاميل لين دلوقتي أبتد أوقع النقطين أن يتساوي صفر عند سواء راوتر يبقى عند ناقص واحد نقطة الزرقة على الشمال نقطة الزرقة على الشمال نقطة الثانية عند واحدة تربيع السجمال راديل بالسالب ناقص واحدة تربيع نزل بقيمة بي إينار السلبة نقطة الحمراء نزلت من عندها ناقص بي إينار والنقطة الزرقة عندها صفر واصل انتم بعضهم ادي على طول حيديني ده قيمة الخط المستقيم اللي بيديني توزيع الاجهادات على الاستوامة الداخلية وبالتالي فينا عندي هنا تقاطع هذا الخط مع الخط الرأس يديني سجمال دي وقيمة هذا الخط الاحمر ده عند واحد اوطر تربيع حيديني التنجينشال استرس فين؟ على الاستوانة على السطح الخارجي بتاعها وعند واحد اوطر تربيع حيديني الي قيمة تقاطع خط مع واحد اوطر تربيع هيديني ايه؟ُطلوبة التنجينشال استرس عند السطح الايد الداخلي زي ما هيبني اللوحه اللي جيه دلوقتي وبالتالي في هذه الاستوانة الداخلية دلوقتي أصبحت ما لديها اصبح كل الاجهات الموجودة عليها من الخط ده هو تقطع حذر خط عند واحدة تربيع بيدين سجما تنجينشال انر تقطع حذر خط مع الخط الرأسي اللي جاي من عند واحدة تربيع بزع طبعا سجما تنجينشال اوتر من ناحية تانية على الشمال طبعا الصفر والمانس بانر ده بيدين سجما راديال انر اللي هو مانس باي وسجما راديال اوتر بتساوي صفر عند واحدة اوتر تربيع بسعب ناخد بلنا هنا من حاجة المعددة حاجة لو قارننا المنحنة ده مع الرسمة اللي فوق على الشمال من فوق اللي هي فيها اليrealשות contrib bauen ويجا ساتاعي التنجينش السترس وعلى راديال اسم لها الزائد يعني المثل على الرسمة اللي من فوق علي لكني يومين من فوق لو سجما الانر سيرفوس عند النقطة الحامرة على الشمال والمنحنة اكربة مقامة سيجمة تنجينجها الـ الخط الرئيسي تحت الى ال четыهم من ناحية e تستفسد كوائي ...قامة سيجمة تنجينجها الـ E تقاطب حصل على个 خط الرئيسي يدين pink وبالتالي انا هنا هو من رسم هذا الخط عندي الميل بتاعه بي وعندي الجزء المقطوع من حول الصلاة هو ايه المعادلة اللي هي سجمة تنجينشيال ريديا تسوي ايه بلاس ماينوس بي على ارتر بي وبالتالي فهذا الخط يمثل لي الاجهادات بتاعة لميل للاستوارة ثميكة الجدران سواء كالتنجينشيال او ريديا او لونج ديودرال وبالتالي كل اللي احنا قلناه دقتي بالنسبة للاميل لاين بالنسبة الانترنال اللي السوار عليها ايه عادي الحققية عادي الحققية حقيقة قنوة كلها ان الخط بتعلامية الاي نبرسيناه بنقطتين النقطتين دونه من السجماريديال inner و outer بجيبه من السجماريديال inner و outer لها بالنسبة للثمار اللي عليها سجماريديال inner بتسوي السجماريديال inner والسجماريديال outer بيساوي 0 دي اول حاجة الحاجة التانية ان الخط دول ليه جزئين الجزء اللي موجود فيه المربع الاول اللي هو الخط بالاخضر ده ده بيديني تغير التانجينشاليسترس تغير التانجينشاليسترس بين سجماري تانجينشال inner لها سجماري تانجينشال ايه outer وتقاطع الخط مع الخط الرأسي بيديني سجماري انجيو دول والجزء الاحمر بيمثلي الريدياليسترس طبعا مليش دعوة بالجزء من الخط اللي هو من صفر جزء بخط سواء الاخضر اللي هو من صفر لغاية زائد واحد على outer تدبيع او الجزء الاحمر اللي هو من صفر لغاية ناقص واحد على outer تدبيع هايزين الجزءين دول دول ما يخشش معاه في الاتبار ليه؟ لان دول الخط دول هنا هنا خط وهمي لان ده اللي هو في الفراغ بتاع الاسطنة اللي حول الاسطنة من برا فده احنا من ايه مناش ايه ايه ده قدوم من استخدموش الواضيع من منوش ايه عندي معنى لكن الخط بتاعي باستخدموه بين واحد ارقناد واحد ارقاوتر تنبيع سواء بالموجب او بالسالب ده ده الموافق ده باستخدم فيها ايه اه هذا الخط وبالتالي الربع الاول اخضر ده بيدين التنجينشالسترس او الربع التاني والتالت التاني يенты ديني قيمة الردية للسترس وبالتالي الخط الحمر ده بيمثل لي الالاقة سيجمال رديال ساوي ايه ناقص بيا على ارتر بيا نحنا قمت لم intuitive ايه ارقنا البرع هذه الخط ما ده بيمثلي سجمال رد هى بلاس بيا على ارتر بيا وده ملخص كل المالاين بالنسبة لاستوان её علي أقصونا في punt bla & bla نفس الكلام في القناة نفس الكلام سنكرره بال evolves لو استواني الحياس اليها اقصونا في desp showedった يضبط اللي احنا قبل كده كمان ان الخط اللي قدامنا ده يوضح لي ايه ان كلا الخط الاخضر والخط الاحمر ليه من نفس الاسلوب بيه واحد بالسالب اللي هو من واحدة التربيع بالنقص ده وانت ماشى على ابن الشمال وواحد بالموجب اللي هو في الناحية من على اليمين اللي هو جزء الموجب يعني كويس دي اول حاجة دي ثالث حاجة يعني والحاجة الاخيرة طبعا اللي احنا قلناها قبل كده ان الانترسكشن او التقاطع بين هذا الخط مع الخط الرقسي يعني عند زيرو عند واحدة على ار تربيع بالسوا و صفر عند واحدة على ار تربيع بالسوا و صفر عندها دي بيدي لأيه اللونجتونال استرس او السجمة ايه اللونجتونال اللي هو الكنستانت ايه دلوقتي هنتكلم على ازاي دي عمل نرسم لامي لاين لأسطوان عليها اكسترنال بيشار ما أسمع الرسم التي تمثلي رسم الاسطوانه نظر أن الصفر الناغم يدخل السطوانه قطرة الداخلية و أقدم أطر سوف انبتائها السطوانا ستتجد ستجد السيجما واضح ستجد السيجما وقص الكلام بالنسبة للريديال السلس هتليه برضو سالب وقيمته صفر عند ر بتسوي ر انار وقيمته ماكسمان لهو بتسوي ناس باوتر عند ر بتسوي ايه ر اوتر هذا الكلام لابد ان احنا نرسل باللميلين يحقق لي هذه المعلومات ايه هي المعلومات دي ان في عند سجما تنجينشال وسجما ريديال وان سجما تنجينشال وسجما ريديال اللي اتنين ايه ثوالب وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي وبالتالي هنرجع نتقرر نتقرر اللي احنا عملناه قبل كده بالنسبة لما كنا بنرسم لامير لائين لستوان عليها انترنت بريشر هننسلم بلقتي اللي هي ايه انها السابق المعدة بتاع ان سجما ريديال يتسوي ايه نقص بيه على ار تربيع واقول انها ان سجما ريديال بتسوي صفر لما الار بتسوي ار انار عند ار بتسوي ار انار هيديني ايه عند ار بتسوي ار انار هيديني ان سجما ريديال بتسوي صفر لان سجما ريديال ار انار تربيع وصفر والنقطة التانية واحد على ار اوتر تربيع وماينس بي اوتر بالنقطتين دول احنا هنحاول نرسم بهم الخط اللي احنا ايه بتاع لمية زي ما رسمناها في الحالة السابقة بالنسبة للاسطوانة اللي عليها انترنال فلم يجي ان تطبق الكم الدولة باللوقتي وعند ناقص واحدة اوتر تربيع رديل السريس كان بيه بناقص بي اوتر فانوا بتندوا لما وصلتوا هم همد على طول هينزل خط التحت كده زي الخط اللي واضح ايه زي المرسوم خط ده المرسوم ايه قدامنا وهنا نلحس حاجة ان عند واحدة اوتر تربيع الاجهاد رديل التنجينشال سترس سالب وعند واحدة اينر تربيع تنجينشال سترس برضو ايه سالب يعني ايه؟ يعني هنا قيمة تنجيتشل السلسل الاثنين غير ممثالبها لانها موجودة على الشمال اللي على اليمين وبالتالي فالنتاج اللي نتحص عليها بالنسبة للسطوامة اللي عليها هي اللي واضحة عندنا نخدها كده من اقصى اليمين لأقصى اليسار ان اول حاجة عند واحد على الينر تربيع النقطة الحامرة اللي على اليمين قيمة تنجيتشل السلسل سجما تنجيتشل الينر اكبر من قيمة تنجيتشل السلسل على السطح الاوتر لها عند واحد على اوتر تربيع وده الواضح الخط ده بيضح عالنا وعند R بتسوي صفر يعني عند تقطع المحور الرأسي مع المحور الافك يعني عند مقطع الارجين ده بيجيني السجما لانجوتيدرال زي ما واضحة قدامنا واللي على الشمال دول بيدوني الريديال السلسل سواء عند السطح الداخلي اللي هو بيساوي صفر او عند السطح الخارجي اللي هو بيساوي ناقص بي اوضح دي اول حاجة الحاجة اللي اخبرنا منها مهمة جدا 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 هي ايه هي انه بسط للمنحة ده بنظرة رياضية بقى نظرة ده بالخط دول نظرة رياضية هلاقي ايه هلاقي ان المحور الرأسي المحور بتاع السلسل الرأسي اللي هو المحور رائع يعني بيسم المحور الى جزئين جزء على اليمين جزء على الشمال الجزء الايام هو الربع الاول والربع الرابع وجزء على الشمال الجزء الثاني وجزء التالت نلاحظ ان الجزء اللي على اليمين اللي هو ربع الرابع ده بيديه تنجينشال استرس دائما وجزء رعا الشمال اللي هو المربع الرابع التاني والربع التالت ده بيديه دائما إيه الرديال استرس وبالتالي دي خاص للأمور خالص وعشان كده يطلقى اللاميلاين للسطوانة اللي عليها التنجينشال استرس بيقام وجب عشان كده كان بيطلع التنجينشال استرس في الربع الاولين الخط كان بيجي في الربع اولPod qufeit احنا ايه قبل كده وفي الحالة بتاعتنا الحاليه لما يكون التنجينشال استرس سالب عشان كدة اطلع في الربع الرابع ودي ايه ملاحظه ايه نابد ناخد منها بتلخص لنا امور كثيرة من الحاجات اللي احنا ايه يتكلمنا عنها دلوقتي احنا نلخص كل اللي قلناه قبل كده في مجموعة من النقاط ايه اللي احنا قلناه؟ احنا قلناه اول حاجة ان لاميلاين عبارة عن علاقة رياضية من الدرجة الكولة اللي هي ممكن في الرياضة احنا بكنا نقوله Y سواء A X plus B مثلا هذه العلاقة خطوا مستقيم بحواره رأسي بيديني الإجهادات بحوار الرأسي اللي هو نحوار الصداد اللي هو ال Y axis المتولدة سواء كالتنجينشل استرس او ريديل استرس والمحور الأفقي بيديني واحد على R تربيع او بنرسيمه مع واحد على R تربيع ايه واحد على R تربيع؟ او واحد على R تربيع اللي هو واحد على مربع بعد النقطة اللي بنحسم عندها الإجادات عن محور الإسطوانة دي اول حاجة حاجة كمان اللاميلاين احنا ممكن نرسيمه بسكيل وبالتالي في هذه الحالة احنا يمكن ببشارة ان احنا من الخط ده بعد المرسوم بسكيل ان احنا نجيب قيم الإجادات المتولدة لأي استوانة سواء كان عليها internal pressure او كان عليها external pressure او كان عليها internal لاميلاين لاميلاين مع الخط الرأسي اللي هو محور الصدات او Y axis يعني ده بيعطيني قيمة linguitudian stress المتولدة او يعطيني قيمة الكونستانت ايه في المعادلة العامة اللي هي sigma tangential radial سواء A plus minus B على R تربيع الايه اللي هو في المعادلة دي A plus minus B على R تربيعي الايه ده اول ده اللي هو قيمة الجزء المقطوع من محور الصدات عند واحدة R تربيعي سواء سفر ده في حالة استوانات طبعا ايه المغلقة وبالتالي بقى طول الجزء المقطوع من محور الصدات بيديني الكونستانت ايه او يديني القيمة single lingutadinal لان sigma intundal تسوي ايه ده اذا كانت الاستوانة مراقبة اذا كانت الاستوانة مفتوحة فهذه الحالة sigma intundal بسوي صفر وبالتالي الجزء المقطوع من محور الصدات من محور الصدات بواسطة بواسطة لميل اين ده بيديني القيمة الكونستانت ايه فقط لان ايه سجل نطورة عندي ايه مش موجودة النقطة دي بعد كده ان انا عندي لميل اين ده هو لو اجد غسمت خط رأسي من عند القيمة 1R تربيعي بالموجب 1R تربيع بالموجب فهلاقي ان القيمة دي هتديني tangential stress عند 1R سواء كانت موجب القيمة tangential stress دي ممكن تبقى موجب ممكن تبقى سالب حسب قيمة تقيمة يظهر انقامت موجب والعكس في حالة تأثير انقامت نقامت من خط الرأسي لأن الخط الرأسي بالقسم المرسول من عند 1R inner تربيع بالسالب سيدين راديل عند R وبالتالي لاحظ حالة كانت معرر بشر فقط فهذه الحالة سيجد حالة ان خط يتقطع مع محور السينات عند 1R 1R والعكس صحيح لو كانت لستوانا معرق فهي تقطع مع محور السينات عند 1R inner تربيع بالسالب سيدم راديل سيدم ده ملخص مع محور السينات لسه في حاجات تانية سنقول عليها وبالتالي يبقى المكتر وهو سيجما رادية منراحث حاجه ان سيجما رادية سيجما بتساوي صفر وكتبع كل من يتوقع الملايين مع الخط الأفك وبالتالي فالسكيتش اللي قدامنا دوا ده بيوضح ملخص لكل اللي احنا قلناه ان احنا بنرسم لاميلاين على اكس واي بلين بيبقى فيه اربعة كورتر المحورين بيقسموني شركة اربعة كورتر الكورتر الاولاني بيتعلد فيه التنجينجة الاستلسل البوزيتف واده عادة انцо ناتج من الانترنر والمربع الرابع تحتاني الاخدر دوا بيديني نيجاتب تنجينشل انا كورتر لو كانتل استول wenigاتفان وطة تسلس الربع الثاني فانو تويت اي انواع من اجهادات والربع الثالث يتولد فيه نتيجة الانترنال او اكسترنال بريشار دي ملخص الموضوع دلوقتي عايزين نشوف ازاي نرسم لاميلاين باستوانة عليها انترنال بريشار واكسترنال بريشار في حالة استوانة يكون عليها ضغط من الداخل من الخارج فدي الحالة دي هتنلاقي توزيع الاجهارات اللي اعترد عليها زي اللي يبين في الشكل على ادنى اليمين دوان وهو الاستوانة اللي اتخانة بتاعتها من صورة الاصفر وعندها هلاقي هلأ ان استوانة عليها تنجينشال استرس ناتج من الانترنال بريشار وتنجينشال استرس اللي هو الموجب وعش على اليمين من فوق الموجب وتنجينشال استرس ناتج نتيجة الاكسترنال بريشار وده اللي هو على اليمين لتحت اللي هو لايه السالب طبعا الاكسر دول هتجمعوا مع بعضها جبريا ولكن القيم بتاعتهم تتوقف حسب ايه حسب ما اذا كان قيمة الاكسر والأكبر او قيمة تأسير الاكسر والأكبر او تأسير الاكسترنال بريشار وهو الاكبر اما الريديا الاسترس هنلاقي على الداخل سيجما ريديا الانر وعليه من برق سيجما ريديا الاوتر قد اقوم بخرافة ا趣 يوم there is a we play left with space ناقص بanger وعند برق مجرد شده عند R INER كان يكون في B INER و عند R AUTER ينقص بي اوضر و عندما يكون عليك Ekstremier pressure فقط كانت بلاقي عند R INER قيمة R INER قيمة C INER بصفر و عند R AUTER قيمة C INER بأيه ؟ نقص بي اوضر زي النقطتين اللي هم مبينين في بين الاقواس الاحتساب بتاعتهم بين الاقواس اللي موجودة على اللوحة الوضنون من الوقت وبالتالي فانا عند لقتين نقطتين هواقحهم عشوار سمجاني لايين اول نقطة هي عند ناقص واحد على R inner تربيع وعند واحد على outer تربيع بالسالب برضو قيمة السجما دريديا اللي هو ناقص A B outer وهنوصل هنا ايه؟ هلاقي عندي ايه حالتين زي ما نشوف دلوقتي الحالتين هزالوا عندي ممثلين بالخطين للمرسومون قدامي فيه خط الفوق والخط الاتحاد الخط الفوق اللي هو ايه؟ اول حالة استمام عليها internal pressure وعليها external pressure بس الانترنر pressure اصغر من external pressure وبالتالي هلاقي عند واحدة R inner تربيع بالسالب كيمة الانترنر pressure اللي هو كيمة الصغيرة وعند واحد اوتر تربيع بالسالب كيمة الradial stress المتدل اللي هو بيه اوتر هيبقى ايه اكبر شوية عشان كيه الخط اللي هي نازل ايه لتحت هنازل ايه لتحت السلوب بتاعه نازل لتحت زي اللي ايه المرسوم في اللوحة اللي فوق وفي هذه الحالة فهلاقي عندي من كيمة تنجينش الرسرس ليتولد سواء التنجينش الرسرس ليتولد سواء تنجينش الرسر اوتر او inner لتنين هيكون ايه قيمة مسالبة يعني الصغان عليها ايه دي اول حاجة الحالة التانية لو كان العكس بقى لو كان الانترنر pressure اكبر من الاكسترنر pressure فحلاقي عند واحد اقرار inner تربيع كيمة الradial stress inner lower minus bi وده اكبر من كيمة الradial stress عند واحد اوتر تربيع اللي هو ايه اللي هو يدي الradial stress اوتر وبالتالي فالخط لقى الاسلوب بتاعه طالع الاعلى وفي هذه الحالة الريزلطان تنجينش الرسرس هنا هيكون ايه هيكون قيمه ايه موجبة دول الحالتين اللي احنا ممكن ايه نحصل ايه عليهم في حالة اخرى وده حالة خاصة هنشوفها برضو ايه دلوقتي الحالة الخاصة اللي نتكلم عنها اللي هي زيان بقول لما بيكون عندي الانترنر pressure والاتنين متساويين وده توضح لي بقى كل ايه في هذه الحالة هبصة لقى ان الخط ان عند الradial stress inner واوتر هتلاقي متساويين كله بيسوي ناقص بإنر او لو نفسه هو نفسه بيسوي ناقص باوتر وبتاع الخط هيطلع لخط مستقيم زي المرسوم قدامنا يوازي محور السينات زي الواضح قدامنا وبكده يبقى احنا انتهينا من الرسم الاستوانا graphically او حساب الاستوانات السميكة حساب الايجادات الملطلية على الصناة السميكة بالطرق لطلقة الرسم اشتركوا في القناة